وحقق يا حبيبي إن قلبي يطير إذا ذكرتك في خيالي فكيف إذا رأيت بأم رأسي جمال الحسن في إحدى الليالي ما زلنا مع سيرة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وتستمر المسيرة مسيرة النور والبركة والفرح والسرور وإزا ما تكونش مسيرة فرح والسرور ومع سيرة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وكل واحد فينا حاسس إن حضرة النبي واخد بأيديه وماشي معاه بيفرجوا على دنيا تانية لما الدنيا تكون منورة بنور حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وبالذات النهاردة نتكلم عن موقف مهم جدا جدا من مواقف اللي خف التعامل معها في عصرنا ده بس هو مهم جدا إن احنا نتكلم عنها عشان فيه اختلاط للمفاهيم في المسألة دي من مواقف السيرة النبوية دل على إن المسلم عليه إن هو يبرئ نفسه من مواطن الريب والسوء حفظا على عرضه وحفظا على عرض الناس برضو وصيانة لقلوب المسلمين والسنتهم ما جاء عن ستنا صفية بنت حيي رضي الله عنها بتقولي ستنا صفية بتقولي إن هي جاءت إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم تزوره وهو معتكف في المسجي فرسول الله صلى الله عليه وسلم فقام معها النبي صلى الله عليه وسلم يعمل إيه؟ يوصله حتى إذا بلغت ماذا؟ باب المسجد الذي عنده مسكد أمه سلم بتحدد مكان يعني باب المسجد كان فيه باب من أبواب المسجد قريب من بيت السيدة أمه سلم زوج النبي صلى الله عليه وسلم مر بهم رجلان من الأنصار فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبدو إن أمه لما كانوا سلموا على رسول الله سلموا على رسول الله وهم ممتطئين روسهم ثم نفذ يعني إيه؟ وأسرع ممتطئين روسهم وإيه؟ ومسرعين عارف أنت لما حد يعدي على كده حد ليه مقامه ليه هيب عليه فيعدي ممتطئ راسه كده ويمشي بسرعة فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت النبي لما شاف كده قال لهم استنى فقال لهم رسول الله على رسلكم بالراحة على مهلكم كده أولا حضرت النبي مش عايزهم يمشوا بسرعة كده لحسن يحسوا أن فيه حاجة مش طبيعية فحضرت النبي قال على رسلكم على مهلكم إنما هي صفية بنت حيي فاستحابه وكأنهم خجلوا كده يعني قال سبحان الله يا رسول الله ايه اللي حاصل وكبر عليهما ايه ايه اللي حاصل يعني وكبر عليهما إنهم الاثنين حسوا بأن المسألة عظيمة يعني ممكن الرسول الله نحن ممكن نكون بنشك فيك فقالوا وكبر عليهما ما قاله صلى الله عليه وسلم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مبلغ الدمي وإني خشيت أن يقضف في قلوبكما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا شوية دروس أو في هذه في هذه القصة وفي سرطه المباركة أول حاجة بيعلمنا حضرت النبي صلى الله عليه وسلم إن الواحد مننا ما يسيبش نفسه لمواطن التهم إحنا بقى عندنا شوية مفاهيم كده إحنا لازم نتكلم عنها دلوقتي بقى عندنا كتير من الناس بيعملوا إيه بيقولوا إحنا ملناش دعوة باللي يظنوا الناس واللي يجي على بالهم إحنا لدينا دعوة بحاجة واحدة بس بقى إحنا موقفنا إيه وإحنا إيه اللي في ضمرنا لأ بس هو في الحقيقة يعني الناس من زي بعضها والناس كمان ممكن يختلط عليها الأمور والناس كمان لازم الأمور تبقى واضحة عندهم فحضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا حاجة مهمة قوي علمنا حاجة أنا بحب أسميها الاحتياط الرشيد إيه بقى هم وفهم الاحتياط الرشيد إحنا زهرننا شوية ناس كده غريبين جدا ليه احتياط رشيد أولا حضرت النبي وقف مع السيدة صفية وقف مع السيدة صفية في مكان ممكن يشوفوا الناس ومع ذلك إيه اللي حاصل برضو احطاط بس احطاط احتياطا رشيدا ليه بقى عندنا صنف من ناس خرجنا في التمانين سنة اللي فاتت دي فبيعمل حاجة سخيفة شوي بيخلي الاحتياط أنا بسميه احتياط المواسوس إذا فيه حاجة اسمها احتياط الرشيد وحاجة اسمها احتياط المواسوس إيه الاحتياط المواسوس ده الراجل أنا شفت ناس ما يحبوش ينزلوا ويمشوا مع بناتهم ولا زوجتهم ليه قال ايه عشان الناس ما تتكلمش عليهم ولما يمشوا مع زوجته زوجته تمشوا وراه ما تمشيش جنبه لحسن الناس تفتكروا ان هم ماشيين مع بعض في الحرام مثلا وإيه اللي بيحصل ده وتوسع ناس في مفهوم اسم ومفهوم سد الزريعة بدعوة هذا الحديث بدعوة هذه القصة من السيرة بالذات القصة دي من السيرة فيقولوا لأ حضرت النبي علمنا الاحتياط الرشيد حضرت النبي ما قالش بعد كده ما حدش يوقف مع زوجاته بعد كده في الشارع ما قالش كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم ويبدو ان حضرت النبي اضطر الى هذا الكلام مع الصحابيين لما رأاهم بيعملوا حاجة مش عادية اللي هو ايه يعني اللي هو هم عدوا وما اسرعوش ما كانش حضرت النبي يقول لهم تعالوا لان الظرف نفسه باني ان الصحابة مش عارفين مين ديه فحضرت النبي صلى الله عليه وسلم بناء على الاحتياط الرشيد راح ألهم تعالوا هذه صفية بنته حياي زوجتي فحضرت النبي صلى الله عليه وسلم ويزاك هم عظم في قلبه ما قالوا ايه ده ده حضرت النبي يبدو احنا ما كناش قصدين ما هو الحكاية مش ان كنتوا ما كنتوش قصدين الحكاية ان حضرت النبي بيعلم العالمين فبيعلمنا كلنا بيعلمنا الاحتياط الرشيد يعني ايه ما يجيش واحد مثلا يوقف مع حد في شارع ضلمة ولا يعمل حاجات مش صحيحة وبعدين يقول له انا ما كنتش بعمل حاجة انا ما كنتش غلطان ولا واحد ييجي مثلا يتعامل مع امراته فيكلم فيكلم ست في نقل الساعة ثلاثة الفجر ولا يكلمها في كلام ويعمل شوية افعال كده وبعد كده يقول لها انت ليه بتشكي اه انت انسان مش محتاط انت انسان مش محتاط هيودات مش الاحتياط وكمان الستة كمان ما تسيبش كمان عدم الاحتياط لما يكون زوجها مثلا زوجها حريص عليها وزوجها تاميا بيسألها ما تجيش تعمل حاجات وتخبى عنه وتعتبر ان ده لا كل ده مش من قبيل الاحتياط مش من قبيل الاحتياط كمان ان البنات لما يدخلوا في تعارف من اجل الخطوة ولا اجل الزواج ان هي تفشي اسرارها ده مش من الاحتياط الرشيد ولا من الاحتياط الرشيد كمان ان الناس تتكلم وتبوح بمشاعرها ولما الناس تتعلق بيها تقولوا والله انا ما كنتش قصد الجواز ده مش من الاحتياط الرشيد ده كل ده حضرة النبي بيوقفنا قدام مسؤولياتنا ان احنا لازم نحتاط احتياط رشيد يبقى ايه الاحتياط الرشيد الاحتياط الرشيد هو الجمال والاتزان ما بين سد الزريعة اللي بتخنق الحياة والحركة العادية في الحياة اللي ربنا ازن بيها ووسع علينا هو ما بين التفريط ما بين التفريط في ان الناس تكون واخدة بالها اني ما نسبش خيال الناس يروح في حاجات مش كويسة طب نعمل ايه عشان نبقى عندنا هذا الاحتياط الرشيد دايما نخلي بنا قوي في المواطن اللي فيها اتهام في المواطن اللي فيها شبه ما نحطش نفسنا في المواطن دي يعني مثلا على سبيل المثال فيه ناس بيتعاطوا المخدرات ما روحش يقعد معهم في نفس الجلسة اللي هم بيعودوا فيها يبقى تجنب مواطن الشبهة ما عملهاش ما عودش فيها وربي نفسي على كده الناس دول عايزين يقابلوني يقابلوني في مكان تاني لطيف في وسط الناس ولذلك من الاحتياط الرشيد ان مقابلات التعارف تبقى في أماكن عامة ما تكونش أبدا في أماكن خاصة وتكون في حضور الأهل هو ده الاحتياط الرشيد يبقى الناس بهذه الطريقة يبقى عارفين إيه اللي بيكون لكن بعد كده عدم الاحتياط ده اللي بيترتب عليه واجع القلب ويترتب عليه كمان ألام كتيرة وأسى فلازم يكون الأمر ده مهم أنا دايما بقول كمان لما حد يكون عايز لازم يكون فيه صراحة ما بين الأهل والأبناء لازم البنت تروح تكلم أبوها وتقوله على إن فيه حد عايز يتعرف عايز يتعرف عليها عشان يتجوزه ما تسيبش المسألة في حالم السر ليه؟ لإن هي مش ضمنة إيه اللي هيترتب بعد كده وإيه اللي هيحصل بعد كده ولازم كمان الشخص يكون واضح إن هو هيكون محطاط ومش يعطي بقى زوجته فما يحطهاش في مواطن الريب كلام ده كله مهم جدا في حياتنا كمان الواحد في شغله لازم يتجنب مواطن الريب ما يجيش حد يعمل حاجة مش مناسبة وقريبة من الرشوة وهو يقترب من ده لازم يتجنب ده إحنا طول الوقت عندنا مساحات المساحات دي إحنا عايزين نخلي بالنا منها اللي عايز أكلمكم عنه الآن إن فيه ناس كتيرة بقى عندهم الاحتياط ده ده نوع من أنواع الحاجات الدقة الأديمة وبقى الاحتياط كمان عندهم نوع من أنواع القيود اللي بيعملها الناس اللي مش واسقين من نفسهم آباداً الاحتياط لا يفعله إلا الإنسان المتزن الواسق من نفسه ولكن الاحتياط المبالغ فيه هو اللي بيعبر عن الاضطراب وده اللي احنا شوفناه في سد الزريعة لما الناس توسعت في سد الزريعة فخلت الناس لا يقدروا يتحركوا بشكل صحيح وزي ما احنا وضحنا في الأمثلة دي يبقى زي ما قلنا نتجنب مواطن الشبهات كمان لازم طول الوقت إن احنا يبقى عندنا دايماً قواعد ومعايير بنعبر بها للناس لازم نقول للناس قواعدنا ومبدئنا فالناس يرتاحوا وإحنا نرتاح إحنا كمان في كل علاقة قول مبدأك وقل قيمك وقلها بشكل واضح أنا والله ما بعملش ده أنا والله ما بخرجش مع حد أنا والله ما بركبش العربية كلام واضح لما ده يحصل إيه اللي حاصل هيبقى الناس مرتاحة ويبقى الكلام ده كمان بيريح قلوب الناس آخر حاجة احنا عايزين نقولها إني لو سمحتم لما تلاقوا واحد محتاط احتياط متزن لو سمحتم بلاش نتنمر عليه وبناش إن احنا نعتبره شخص بيبالغ ولا شخص بيعمل حاجات مش مفهومة أبداً لازم نعتبر ونحترم خصوصية الناس ونعتبر إن الاحتياط ده ده حاجة في بعض الأحيين بتبقى واجبة الاحتياط في بعض الأحيين بيكون واجباً فلذلك خلينا نمشي بده وخلينا نمشي على سنة رسول الله ونتبع سنته في الاحتياط لأن الاحتياط المتزن لا يعبر إلا على قلب مليء بنور الإيمان ومليء بالاتزان اللي هو البوابة الكبرى عشان نذوق حلاوة الإيمان وحلاوة الاتباع لسيرة حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللي علمنا وهو في علياء النور وفي علياء الثقة بنفسه وعلياء الثقة بربه لكن في نفس الوقت كان يحتاط عشان يعلمنا إزاي الواحد يضمن السلامة لقلبه ويضمن السلامة لأخلاقه ويضمن السلامة لقلوب الناس ترجمة نانسي قنقر